افتتح مكتب بريد العتبة بعد تطويره في إطار خطة الدولة للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مكاتب البريد يهدف التطوير إلى تحقيق مستهدفات استحداث خدمات بريدية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع خطوة هامة في إطار تطوير مكاتب البريد المصرية بإعادة افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسية الذي يقع في منطقة العتبة التاريخية بعد تطويره والذي يقع على مساحة 9800 متر مربع تطوير بدأ بترميم هذا المكان التاريخي العريق للحفاظ على تراثه الثقافي ورونقه المعماري بالإضافة لتزويده بكل الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تشمل خدمات مصر الرقمية والتي تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة كافة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين المكتب مزود بكل الوسائل التقنية والتكنولوجية لخدمة عملاء البريد من المواطنين على نحو محدث ويرتكز على المنظومات الرقمية طبعا هذا يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالة والتكنولوجيا المعلومات للمهوض بالبريد المصري المكاتب البريد في كل المحافظات نجحنا في تطويرها زي ما ذكر معالي الوزير إحنا سبقين في الخطة بتاعتنا في الـ 4300 مكتب ونسب بتعدي الـ 80% عندنا في حياة كريمة أكتر من 860 مكتب نجحنا في تطوير أكتر من 75% من هذه المكاتب مستمرين في إضافة مكاتب جديدة مكتب بريد القاهرة الرئيسية هو أقدم وأهم المكاتب تاريخيا وأصبح بعد تطويره أكثر أهمية لما يقدمه من خدمات حيث يحتوي المكتب على 32 نافذة لخدمة العملاء بالإضافة لنافذة خاصة لذوي الهمم فضلا عن تجهيزه بثلاث مكينات صراف آلية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم كل الخدمات المالية والحكومية والمجتمعية فضلا عن ساحات انتظار للمواطنين وتهيئة بيئة عمل مثالية وتجربة فريدة للعملاء هذه القاملة البريد تقوم منذ فترة قصيرة بتطوير معظم فرحة ونجحنا أن نطور أكثر من 3200 فرحة تم تحدثهم وتم إمدادهم بأحدث العنظمة وأحدث الأجهزة وأحدث وسائل التعامل مع الجمهور الخطة بتاعتنا للتطوير بتاعة المكاتب أو المباني الأسرية الحقيقة مشغلين عليها من أكثر من سنة ونصف ابتدنا الأول بتطوير مبنى بريد أسوان وبعد كده مكتب الشلال برضو في أسوان والحقيقة لما ابتدنا ندور على مبنى بعد الرد الفعل الإيجابي اللي حصل في مبنى أسوان مللناش أحسن من مكتب القاهرة الرئيسي نظرا لأن فيه عناصر معمارية جميلة جدا وجواهر فعلا تعتبر مطموصة ما بقاش فيه عطلة زي الأول بنقاف طوابير كتير لا الدنيا ماشيت على طول بسهولة كده ويسر خدمة ممتازة عكس الأول خالص يعني كذا شباك وكذا السزم اللي يتعامل معاه خدمة ممتازة يعني بسم الله ماشاء الله بهذا التطوير تغير مفهوم مكاتب البريد ليصبح مكانا خدميا وترفيهيا بجمال تصميمه وهيئته ليتم استكمال منظومة تطوير مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتقدم خدمة تليق بالمواطنين محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة